اشتركوا في القناة من خلال مجسم الكرة الأرضية ما أشكال اليابسة؟ شاهد عزيز الطالب الصور التالية لليابسة التي نعيش عليها أشكال مختلفة فقد تكون سهولا منبسطة أو وديان منخفضة أو جبالا وتلالا مرتفعة وهي تمثل جميعها أشكال اليابسة السح الوادي الجبل التلال نشاط صنف الكلمات بكتابة رقمها بجانب الصورة شاهد الصور التالية جيدا واحد التل أين هو التل؟ ممتاز هذا هو التل اثنان الجبل أين هو الجبل؟ أحسن توم ثلاثة السهل السهل هي الأرض المنبسطة ممتازين هذا هو السهل وأخيرا الوديان الوادي هو الأرض المنخفضة أحسن توم نشاط فيما يختلف الجبل عن الوادي تذكر عزيز الطالب شكل الجبل وشكل الوادي فيما يختلفان أحسن توم الجبال عالية أما الوديان فمنخفضة في الغالب وتوجد الأودية بين جبلين أو تلين شاهدوا معي نموذج الكرة الأرضية الكرة الجغرافية نموذج للأرض وهي خريطة على شكل كرة تبين أماكن اليابسة والماء على الأرض شاهدوا ماذا تلاحظون على هذا النموذج تسمى الأجزاء الكبيرة من اليابسة قارات وهي محاطة بالمحيطات أما الأجزاء الصغيرة من اليابسة المحاطة بالماء من جميع الجهات فتسمى جزرا ومملكة البحرين جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات نشاط أكمل الفراغ بكلمات مناسبة في الخريطة تسمى الأجزاء الكبيرة من اليابسة تذكروا معي ماذا نسمي الأجزاء الكبيرة من اليابسة ممتاز القارات وهي محاطة بالمحيطات اثنين الأجزاء الصغيرة من اليابسة المحاطة بالماء من جميع الجهات قلنا مثل مملكة البحرين ماذا تسمى أحسن توم جزار ثلاثة اللون البني في الخريطة يبين ماذا تذكروا معي ممتاز الجبال أما اللون الأخضر فيبين أحسن توم الأرض المستوية التفكير الناقد فيما يتشابه الجبل والتل وفيما يختلفان تذكر عزيز الطالب شكل الجبل وشكل التل كيف يتشابهان وكيف يختلفان فكر قليلا لديك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسن توم يتشابهان في أنهما أرض عالية غير مستوية أحسن توم ويختلفان بأن الجبل عال جدا وجوانبه شديدة الإنحدار أما التل أقل ارتفاعا من الجبل النشاط التقييمي واحد فيما تختلف القرات عن الجزر تذكروا نموذج الكرة الأرضية كيف كان شكل القرات وكيف كانت شكل الجزر ممتاز القرات هي كتل كبيرة من اليابسة متصلة معا بينما الجزر محاطة بالماء من جميع الجهات اثنين ما الذي تفيدنا به خرائط الأرض تذكروا نموذج الخريط التي وطعناه ماذا نستفيد منه أحسن توم تبين مناطق اليابسة والماء وتبين القارات والمحيطات والجزر وتبين كذلك ألوان الجبال والأرض المستوية وبهذا انتهى درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة في القناة 었다 ترجمة نانسي قنقر